اخيرا انضمت تركيا الى المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي المواجهات المباشرة الاولى بين قواتها ومقاتلي داعش مؤشر اول لهذا التحول يعززه فتح قاعدة انجريليكا في اضنى امام المقاتلات الامريكية التي تخوض الحرب على التنظيم بعد طول تردد انخرطت تركيا اخيرا في الحملة على تنظيم داعش الارهابي ففي اعقاب التفجير الارهابي الذي اودى بحياة 32 من مواطنيها الاكراد في بلدة سوروج شن سلاح الجو التركي فجر اليوم اولى غاراته على مواقع لداعش في المنطقة الحدودية في سوريا المقابلة لمدينة كيليس الى ذلك اعلن مسئول عسكري امريكي ان تركيا سامحت للولايات المتحدة باستخدام العديد من القواعد الجوية لا سيما قاعدة انجريليك في جنوب البلاد ويأتي الاعلان عن التوصل الى هذا الاتفاق غدات محادثة هاتفية بين الرئيس الامريكي باراك اوباما ونظيره التركي رجب طيب اردوغان تناولت خصوصا ملفي الحرب في سوريا والعراق والمعركات ضد تنظيم داعش ورفضت انقرة مرارا دعم المقاتلين الاكراد السوريين خشية تشكل منطقة ذات استقلالية معادية لها في شمال البلاد وسهلت عبور المقاتلين الى سوريا وركزت انقرة دائما على اولوية خلع النظام السوري واقامة منطقة حضر جوي في شمال سوريا ولكن مع تزايد خطر التطرف في الداخل التركي وتنفيذ داعش سلسلة هجمات على الاتراك يتوقع ان تسرع الحكومة التركية بانخراطها في الحرب ومن شأن التبدل في الموقف التركي ان يعزز الحملة ضد داعش ويزيد فاعلية الغارات ضد مواقعه نظرا الى القرب الجغرافي لتركيا من سوريا والعراق الامر الذي يتيح مزيدا من طلعات المراقبة والقصف وفي الداخل التركي اطلقت السلطات عملية دهم واسعة في اسطنبول شارك فيها خمسة الاف شرطي بدعم من المروحيات ضد ناشطين مفترضين من تنظيم داعش واستهدفت العملية ايضا عناصر من حزب العمال الكردستاني الذي اعلن تبني مقتل شرطيين اثنين الاربعاء في جيلان بينار على الحدود مع السوريا ردا على هجوم سروج وتتعرض الحكومة التركية منذ هجوم سروج لانتقادات شديدة تأخذ عليها سوء تقديرها لحجم خطر التنظيمات المتطرفة وصولا الى غد الطرف عن نشاطات تنظيم داعش على اراضيها التي تشكل جسر عبور للمقاتلين الاجانب الى سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة